موسيقى نحن نعرف أن الأعمال المسرحية لها دور كبير جدا في تنمية المجتمع وفي نفس الوقت إنارة بعض القضايا الاجتماعية من خلال أكيد خشبة المسرح يلي هي تعتبر من أهم الفنون يلي ممكن يتواصل معها المشاهد أو المتابع أو الحاضر لهذه المسرحية وهذا العمل من خلال خشبة المسرح مباشرة مع المتلقي أو الممثل فنحن نعرف أهميتها في هذه الفترة فنحن حبينا اليوم نصلط على المسرح وتحديدا فرقة ستارة للمسرح والفنون تفاصيل أكثر بعد التقرير هذا نحكو فيه طبعا هذه الدفعة الثانية لفريق ستارة نضمه معنا وحضر طبعا أول اجتماع اللي هو كان الأربعة اللي فاتت حضر أول اجتماع وبدو معنا في الدورة اللي هو بديت طبعا يوم السبت الدورة دورة تأهيلية للتمثيل على المسرح وتمثيل في التلفزيون وكذلك التخديم المرئي والتخديم المسموع يعني دورة بصفة عامة يعني يتأهل الشخص أنه هو يوجد في كل شجاعة وكل قوة جدام الكاميرا وجدام المسرح وجدام الجمهور خامس يوم في دورة عدد الممثل تشرف على فرق ستارة المسرح والفنون الدورة طبعا تضمن عدة دروس تأهيلية مش نقولوا احنا دروس إعداد ممثل الأساسية بس احنا اعطناهم كتأهيل لأن دروس إعداد ممثل التأهيل الحقيقية تبع ما يقارب عن أربع خمسة شهور ونقوله حتى سنة طبعا أنا متدربة في فرقة ستارة سبب دخولي لهذه الفرقة أني بحاول نطور من موهبتي أكتر لأن التمثيل مش يعني بتمثيل أني حسيت روحي نفرحت وارتحت فيه هلبا فنتمنى أني نزيد نطور منها الموهبة هذه وأني نطلع في الشاشات مزالة بيها وفي مسلسلات جديدة وبرامج جديدة حاليا نحب نشارك مع فرقة ستارة في مسرحيات عدة نحب نكون إنسان ناجح ونتحدى هذا المجال وإنسان نتغلب عليه الشاشة الليبية بصفة عامة أو حتى المسرح محتكرة على بعض الشخصيات خمسة شوفوا فيه من صغرنا لكبرنا زادوا نفرين زادوا ثلاثة زادوا أربعة زادوا عشرة فحتى لو في حد جديد انزاد حتلقاه جديد هذا لي صلة بحد يأما يكون قريب شخصية معروفة أو ولد أو خوة أو ولد عم يعني قليل ناذر تلقى حد يعني خش بموهبته لهذا المجال فأنا حبينا كفرقة ستارة نعطوا فرصة لهذا الشباب مشاء الله مواهب بصراحة شعلة من تميز والإبداع نفرحه بعد يشوفه شباب ليبيين يقدموا على أعمال فنية ثقافية زي هذه يكون فيها رسالة هاتفة جدا نحن حاولنا وقدر المستطاع يكون معنا الفنان ورئيس فرقة ستارة للمسرح والفنون سيد خالد الجماطي ولكن الاتصالات لأسف فيها مشكلة نحن نعرف أن درابلس يعني ينقطع عليها الضيب أكثر من 7 أو 8 أو مرات فوق من 10 ساعات نظرا للاشتباكات يلي حصلت الأمن فاتوا في السوق بعض المشاكل اللي تواجه فيهن ولكن يلي يشتغلوا عليه الشباب في فرقة ستارة أعتقد عام الجبار جدا قاموا بإعداد دورة اللي هم مقدمين على التمثيل والمشاركين الجد في نفس الوقت حرصوا أن يكون عندهم أعمال مسرحية حتى ولو بشكل مقنن أو بسيط ولكن أن يكون هم موجود على الأرض وهذا شيء إيجابي جدا في نفس الوقت يبينوا أن الشباب أيضا قادرين أن يصنعوا شيء ويصنعوا شيء على المسرح ويقدروا يستقطوا بحضور ويكونوا أكيد مستمتعين بأعمال المسرحية اللي هي تكون هادفة إذا كانت اجتماعية تتعلق بمشاكل الشباب أو غيرها والأجمع من هيك نحن شفنا في التقرير أنه فيه كثير من عناصر حتى النسائية موجودة وهذا نوع من الثقافة نفرحه بعد تنتشر بأنه فيه بنات في التمثيل وهذا شيء موجود غلط أنه يقدر وصلنا الرسائل أيضا للبنات من جيلهم أو النساء بشكل عام وفي نفس الوقت يقدر أن يكون أقرب حتى لإنصاف حقوق المرأة بينهم يقدموا لها بعض المواضيع التي تتعلق بحياتها أو مشاكل دراسة أو عمل فأعتقد بأن المسرح من أهم الأشياء يلي لازم يخدم عليها الكثير من الناس في مجال الفني لأنه فعلا الناس تتأثر كثيرا بمرأة حتى مشاهدة بسيطة جدا من المسرحيات وتعلم في إدماغها يبار إذا كانت هي مواضيع ثقافية أو اجتماعية وتعلق بحياتنا اليومية نحن هكي وصلنا إلى نهاية حلقة الصبح إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أكيد بساعة ويكونوا خفافة الضل عليكم أكيد حلقة جيدة تتجادل بكم أكيد اللقاء مع واقي الزملاء بكرة في نفس الموعد شكرا لكارم المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة